أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مناسبة الصيام تضطرنا إلى أن نعود إلى سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا إلى آخر الآيات إخواني الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا معنى الصيام من طلوع الفجر يمتنع عن الطعام والشراب والمعاشرة الزوجية إلى غروب الشمس الصيام يزكي النفوس ويطيبها ويطهرها ويزكي الأبدان وينظفها من الأشياء المتراكمة فيها فنحن لن نتحدث عن هذه النواحي لأن الحديث عنها كثير وإن كان بعض الناس لا ينتبه إليها فوائد الصيام الجسمية كثيرة والمعنوية عظيمة مما نشير إليه الحديث في فوائد الصيام المعنوية أنه يجعل الإنسان ضابطا لنفسه ممسكا عن محارم الله يركز فيه الخشية من الله لا الخشية من المخلوق لأنه عندما يصوم لا يشعر به أحد يستطيع أن يذهب إلى البيت ويأكل يختفي ويأكل ولكنه عندما يصوم لله توجد في نفسه الرقابة الربانية يشعر أن الله سبحانه وتعالى هو رقيبه وهو سيحاسبه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجز به فجزاء الصيام عظيم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة يتكاليف الزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء يعني يقيه ويبعده عن المعاصر ويخفف نوازع الشر والشهوة فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحابه قالوا كان رسول الله كانوا يصومون في كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ صوم ثلاثة أيام بصوم شهر رمضان المبارك وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما قدم المدينة المنورة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء يعني يوم عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفطار وثدا يعني دفع الفدية أطعم مسكينا ثم نسخ ذلك يعني لم ينسخ الحكم كله نسخ الفدية على الصحيحة لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأثبت الله صيام شهر رمضان على المقيم الصحيح إذا ما كان مريض يضر الصيام ورخص الله الإفطار للمريض والمسافر على أن يصوم بأيام أخر أما الشيخ الكبير ثبت الله له الإطعام يفعل مسكين عن كل يوم إذا كان ألها يستطيع الصيام وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء يعني يجامعون زوجاتهم ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا يعني ما عن يجوز لهم أن يأتي زوجته ولا أن يأكل ولا أن يشرب ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما اشتغل وهو صائم في مزرعته في حقله حتى أمسى فجاء إلى أهله متعبا فصل العشاء كانوا يقولون للمغرب عشاء أيضا ويقولون من صلاة عشاء عشاء يعني صلى صلاة الليل لأنه عندما تغيب الشمس يكون دخل الليل ثم نام انتعبوا نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما ما عن يجوز يأكل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهدا شديدا فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا قال برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني عملت أمسى فجئت يعني اليوم السابق فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما قال الراوي يعني راوي هذا الحديث وكان عمر رضي الله عنه قد أصاب من النساء بعد ما نام يعني عشر زوجته بعد ما غفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك يعني أنا وقعت بخطأ ماذا أعمل فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث الجماع وما يذكر في حضرة النساء من أمور التي تتعلق بالجنس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم إلى آخر الآيات إذن ربنا تبارك وتعالى فرض الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فرضه على الأمم السابقة وحدده في شهر رمضان وإما أن يكون الشهر 29 أو يكون 30 هذا الشهر العربي وقال الرسول صلى سلم صوب لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال شوفوا هلال رمضان يصومون ويمسكون في اليوم التاري يرون هلال شوال فيكون هناك عيد ويفطرون وينتهي رمضان سواء كان أتمم 29 أو 30 روى الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان تاريخ ست من شهر رمضان والإنجيل يعني وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان مضي 13 يوم من رمضان فأنزل الله الإنجيل بعدها وأنزل الله القرآن بأربع وعشرين خلت من رمضان 24 يعني في ليلة 24 في ليلة الـ 25 لأن الـ 25 27 والـ 29 هي إحداها يكون ليلة القدر وقد يكون في الخمسة وعشرين وقد يكون في السبعة وعشرين وقد يكون في تسعة وعشرين فإلى لت القدر في العشر الأواخر من رمضان سأل عطية ابن الأسود ابن عباس فقال يا ابن عباس وقع الشك في قلبي قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة مرة ثانية وقوله سبحانه وتعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخرين وقد أنزل يعني القرآن في شوال وفي ذي القادة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع يقصد هذا السائل ابن عباس أن الكتب السماوية السابقة التوراة أنزلت على موسى جملة الصحف على إبراهيم كل مع بعض الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى لثلاث عشر خلات من رمضان كل مرة واحدة أنزل ولكن القرآن نزل مفرقا منجما مثل نجوب كيف مفرقا تنزل الآية الآيتين نصف آية خمس آيات لم ينزل جملة واحدة فكيف يقول الله أن أنزلناه في شهر رمضان الذي أنزل في القرآن ويقول أنزل في ليلة مباركة ويقول في ليلة القدر فقال له ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وهي الليلة المباركة جملة واحدة قرآن كله نزل جملة واحدة على بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا على الشهور والأيام يعني في رواية أخرى ابن عباس مختصة لهذه الرواية يقول فيها إن الله أنزل القرآن في شهر رمضان جملة واحدة على بيت العزة من السماء الدنيا وكان اسمه بيت العزة نزل القرآن فيه كله ثم أمر جبريل أن ينزله مفرقا آية لواحد آيتين لواحد على حسب المناسبات التي يؤمره الله بها صير حادثة فيأمره الله أن ينزل آية كذا فتنزل الآية وتبين هذه الحادثة وتوضح عمرها حتى يكون القرآن عمليا لا خيالات القرآن فيه خير للبشرية كلهم فردا ومجتمعين وبعض المستشرقون يقولون القرآن ما فيه عظم منه وهو مبادئ عظيمة ولكن هو فوق مستوى البشر عالي عالي جدا من يستطيع طبقه؟ لا نزل القرآن للتطبيق تحدث مشكلة فتنزل الآية أو الآيات تبين حكمها أحد الأشخاص دخل على بيته فرأى رجلا على زوجته فماذا يفعل؟ يقتله فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا يفعل أحدنا إذا رأى أحدا على زوجته؟ أيقتله فيقتله به ويذهب يأتي أربع شهود يكون هراب ماشي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم البيّنة أحدا في ظهرك يعني أنا اتهم زوجته إذا كان هو البيّنة في روايتين البيّنة يعني جيب دليل أحدا قال يا رسول الله يرى أحدنا رجلا على زوجته ثم يذهب يلتمس البيّنة يروح يجيب شهود يشهد عليه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل هذا الصحابي رضي الله عنه والله لا يبرئ أن الله ظهري يعني أنا صادق والله يبرئني لا يمكن أن أعاقب هكذا ظلما فأنزل الله تبارك وتعالى قوله والذين يرمون أزواجهم يعني يتهم زوجته بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قحتوا بس ما في حد معهم تقلع بيته وجد بعينه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع هذول اللي في مصر إذا واحد عمل هيك يحكموه ليش هذا القانون الله حطهموه هيك ما يبصر واحد يعمل هيك لازمين يخرب بيتهم هالظلم هذول المجربين الذين يحكمون بالباطل المهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثبت التهم عليها وماذا يرفع العذاب عنها أن تحلف أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين غضب الله عليها إن كان من الصادقين ليش؟ لأنه هي أيضا تعلم نفسها زانية ولا لا فأنزل الله هذا الحكم لمن؟ رأى ولياذ الله تعالى بعينه زوجته تزنيه أو لم يره بعينه ولكن تأكد أن هذا الولد ليس ولده فهو ما في حاجة يجيب شهود هو يعلم علم اليقين أنه ليس ولده عند الكفار ما في هذا الشيء أحد أصدقائنا هو الآن في الأمارات كان مهندس في الطبقة زميله مهندس من روسيا يعيش مع بعض بعد سنتين دعاهم هذا الروسي لحفلة شاي و جايب لهم بسكويت خير إيش في؟ قال لهم إجاني ولد جاي ولد من زوجته في روسيا بعد سنتين هذا ابنه جاي ولد فإذا الرجل غاب عن زوجته سنة أو سنتين بعدين إجل عنده شافه والله جايبي ولد أو حبلي حامد من وين الولدان؟ هو عمى منه فيجوز له أن ينكر الولد وأن يتهم زوجته بالزنا ويدرع عنها العذاب أن تقسم هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا ربنا تبارك وتعالى ينزل الآيات على حسب المناسبات لتكون أثبت وليعلم العالم أجمع أن هذا القرآن قرآن عظيم فيه من الأحكام ما يسعد البشرية وأيضاً هو ليس عالياً جداً مثل ما يدعي بعض المضللين إنه لا يمكن تطبيقه لا هو أنزل لحل المشكلات عملياً وقد تطبق عملياً في الأرض إذن أيها الإخوة هذا القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر وهي الليلة المباركة على بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله جبريل على حسب المناسبات مفرقاً كما يقول ابن عباس كتفرق النجوم يعني تنزل آية تنزل آيتين تنزل جزء من آية تبين حكم من الأحكام الشرعية فبعض القرآن نزل على حسب المناسبات وبعضه نزل هكذا على حسب الحكمة الربانية حتى اكتمل القرآن في مدة ثلاث وعشرين سنة وكان النبي وهذا إعجاز النبي أمه يعني يكتب سجل كالآية يقول له نحطوه كذا لا كانت تنزل عليه الآية فيقول لهم ضعوا آية كذا في سورة كذا بعد آية كذا إلى أن اكتمل القرآن واكتملت السور فتقرأ السورة تجدها كلها منسجمة لها أهداف وتركز على أمور معينة وترتبط بمناسبة في السورة قبلها والسورة البعدها وجاء القرآن كله ليس فيه خلل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً لا تعشرين سنة تنزل آية وآيتين منهم في مكة ومنها في المدينة ومنها كذا ثم رتبت كلها وجمعت عندما نزلت آخر آية قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الوحي وقال لهم اجعلوها على رأس مائتين وثمانين من البقرة فكتبوها نزلت مكابها كيف عرف محمد زالي أي واحد منكم ولو كان من أكبر العلماء لو ألف كتابة جمعاً أو من اجتهاد رأيه ثم جئنا فقصصنا له الأسطر كل سطر له وحده وخربطناه مع بعضونا لرجعته يعجز عن ترتيبه كما كان وعنه هو الذي جمعه أو هو الذي تدعه فكيف جمع محمد هذه الآيات التي نزلت في ثلاث وعشرين سنة مو سلسلتين فكان منها هذا القرآن الكامل الذي أنزل في ليلة المباركة ثم نزل عليه حسب المناسبات أو بغير مناسبات مفرقاً على الأيام والشهور الصيام يا إخواني بإخلاص يمحو الظنوب روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذلك ما فيهما تأخر مثل أحد الطالبات كنت أدرس في ثلوية معاوية للبناء منذ أربعين عاماً فقالوا لي أستاذ هذه الفلانة لا تصلي لماذا يا بنتي لا تصلي؟ مو أنت مسلمة؟ قال نعم مسلمة لكن والدي في مكة عشر سنوات والصلاة في مكة خمسة آلاف صلاة خلاص لا أريد أن أصلي إلى آخر عملي لا ما شاء الله الشيطان علمك هذا لا أنا لم أرى الشيطان الشيطان الذي يوسس في النفس أجرب خمسة آلاف صلاة في الأجر مو خمسة آلاف صلاة صليت إلى قدام يعني ونزالك بعض الناس بروه هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وذنب الرسول صلى الله عليه وسلم حسنات الأبرار سيئات الأخيار الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كمثلنا لم يذنب ولم يعص الله معصوم لأنه لو عصى الله فكذب فبصير الكذب واجب علينا لأنه لازم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هو في أمور معينة يعتبر نفسه أنه قصر مع الله تبارك وتعالى وأذنب فغفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر أما نحن من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه بعد ذلك تأتي الآية قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِهِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُّلِيهِ قال أحد الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريبا فنناجيه يعني نحكي بصوته وأخفض أم بعيدا فنناديه وكانوا في سفر فكانوا يذكرون الله ويرفعون أصواته بشكل كبير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم يعني شوية شوية إنكم لا تخاطبون أصما ولا بعيدا إنه أقرب إليكم من عنق بعيركم أنتم ركبين على البعير وعنق البعير أمامكم الله أقرب إليكم من عنق البعير يسمعكم وأنزل الله قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ثم تأثي الآية الأخرى فيقول الله تبارك وتعالى فيها أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ طبعا فليستجيبوا لي يعني نفس أوامره وليؤمنوا بي عن إيمان نفسه مغريا لعلهم يرشدون يصلون لطريق الرشاد والسعادة في الدنيا والآخرة ثم يقول سبحانه وتعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ذكرت في الرواية قبل قليل أنه كان إذا صلى أحدهم العشاء في المساء قبل الصلاة قبل أن ينام يستطيع أن يعاشر زوجته أو يأكل عندما يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينام لا يحل له بعد ذلك أن يأتي زوجته وينبغي أن يبقى ممسكاً عن مفطرات إلى اليوم التالي فجاء عمر وجاء غيره وقد أصاب من زوجته فجاءوا يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعملون قد خالفوا أمر الله فأنزل الله تبارك وتعالى وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ رَفَث يعني الجماع أو مقدمات الجماع من ذكر هذه الأمور الجنسية بين الزوجين وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ أحد الأشخاص الأعاجم أحب يترجم هذا القصر بمنا لباس لكم فما وجد أشياء يمثل بها لأن اللغة العربية واسعة لباس لكم أي ستر مثل ما بتلبس السوب بستراك المرأة ستر للرجل والرجل ستر للمرأة يسترها ويبعدها عن المضرات والأزى والسوء ففسرها هنَّ بانطروناتٌ لكم وأنتم بانطروناتً لهم هنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني تقعون في القطاء فتعاشرون زوجاتكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جاء عدي بن حاتم فقال يا رسول الله إني أضع بجانب وسادي عقاليني يعني خيطين أحدهما أسود وأبيض وأكل وأشرب حتى أتبينهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أبصرتهما إذن لعريض القفى إن وسادك إذن لعريض يعني أنت ما بتفهم فالله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك من الفجر خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر يعني سواد الليل من بياض النهار من نور النهار وهو الفجر الصادق هذا الذي يبدأ فيه الصيام كلوا واشربوا وعاشروا زوجاتكم حتى يطلع الفجر الفجر الصادق وهو خيط قليل في السماء عرضي مو طولي الطولي اسمه الفجر الكاذب عرضي يخرج في السماء عند ذلك لا يجوز الأكل ولا الشرب تمسك عن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية إلى أن يطلع الفجر وبهذه المناسبة إذا أمسك عن مجمعة لزوجته قبل الفجر وبقي جنبا لبعد أزان الفجر لا يؤثر هذا على الصيام ولو أذن هم يغتسل ويصلي الفجر أبسوا الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى الليل يعني إلى غروب الشمس إذا غربت الشمس فقد جاء الليل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ يعني زوجاتكم وأنتم عاكفون في المساجد المسجد له حرمة ومكان طاعة لله وليس مكان معاشرة للزوجة وإن كان معاشرة للزوجة حلال ولكن في البيت وفي المسجد وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عاكفُونَ في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أي يتقون الله فيشتربون ما عصيه حتى يقيهم الله عذابه يوم القيامة والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير وأن يعيد الله عليكم شهر الصيام باليمن والبركات وبالقبول إن شاء الله لكل الطاعات وأن يعيد الله تبارك وتعالى شهر الصيام في السنوات القادمة على المسلمين بالنصر والفرج والتحرر من أعدائهم ومن الطواغيت ومن الإرهابيين وعلى رأسهم الدول العزمة كلها التي هي دول إرهابية والحمد لله رب العالمين أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ لِمَا فِيهِ سَعَادَةُ الْإِنسَانِ مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني